لا أنا عندي كرامة لا أنا عزة نفسي ما تسمحلش إن أنا أكمل مع الراجل ده لا 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 إيه ده بيدوس علي يا جامد إيه ده إزاي أنا استحمل كده؟ وإزاي في واحدة تانية قبلة كده؟ بنقعد كستات نفكر ونحتار فيه ستة قبلة تبقى زوجة تالتة وربعة وفيه ستة تانية ما تقبلش حتى جزء هيبصوا لو بصة لوحدة تانية هل الغلط فيها؟ هل الغلط في الستة التانية؟ ولا هل الراجل هو اللي بيقدر يطبع ويعود الستة اللي معاه؟ هل ما ده لي علاقة بالكرامة والكبرياء؟ ولا دي أنانية إن أنا صخر بني آدم معي أنه يقبل بأي حاجة أنا عايزها لكن هو عايز إيه؟ ما يفرش معاي يحيق إيه فرق ما بين الكبرياء والكرامة والإيجو والأنانية؟ يعني هل دول تكوين الشخص الأناني؟ يعني هل ده لو عالي سنة عارف نسب كده؟ بصي بصي إحنا كلنا عندنا إيجو يعني هي قصة زي ما أنت قلت كده هي النسب أنا عندي إيجو وعلى فكرة أنا عندي أنانية وما بقتش أناني في مشكلة خدي بالك هي الفكرة فين؟ في الخلطة زي ما بتحط شوية ملح أي لو زويت شوية ملح الأكلة تلعب بازت خلاص؟ ما يتكلش آه برافو عليكي نفس الكلام النهاردة لو أنا قلت لك على فكرة أنا مش أناني لا فيه أنانية بس يا ما بتضوء لو أنا النهاردة لو أنت النهاردة ما بقتيش عندك الأنانية في الشغل في التنافس ما كاش زماني نكحة برافو عليكي كاش زماني قاعدة على الكرسي ده برافو عليكي بس هي الفكرة هنا فيه بس الأنانية دي ما بقزيش حد أيوة بتبقى في النجاح والمنافسة وأن أنا عايزة أبقى حاجة لكن ما بيجيش على أولادي صح بيجيش على جوزي اللي هو روح له البيت بقى لا ده أنا المزيعة فلانية هتعرفش يتكلمني ده الكبر أيوة ده الكبر ده اللي هو أنا المزيعة فلانية هنا بقى الكبر ده بيخلي عندك نوع من شوية من الأنانيازيات زي ما أنت قلت يا شوية شوية كده خلطة الخلطة دي لو زادت ما بقاش عندنا توازن أنا النهاردة ينفع أكون شخص أناي أو بحب نفسي بلاش أكون أناني كلمة ارتبطت بينا بحاجة وحشان بس على فكرة أنا النهاردة لو كنت مثلا هديك مثال لو أنا قاعد في وسط ناس مدخنة أنانيتي أو حب نفسي أنا بعدش لو سمحت نشرب سجاير احنا كلنا بنشرب أنا لو سمحت هتوعى الجامل ده حقوق أنا بعمل حقي هنا بوكد حقوقي هنا أني أنت ما ينفعش تشرب سجاير أنا أناني على صحتي أنا خايف على صحتي دي أنانية أنانية مشروعة الله ينور عليك حلال الله ينور عليك هي هنا بقى ليه طب أنت شمعنا أنت الوحيد اللي عايزنا أيها أنا أنا بقى خاف على صحتي فهنا نقدر نقول فيه أنانية مشروعة لكن فيه أنانية الدر اللي حوليه اللي هو أنا نفسي ومش مشكلة أي حد واحد حتة تانية والمهمة أو اللي انت قلت عليها موضوها الكبر الفكرة هنا أن إحنا أوقات كتير بيبقى كبر زائف أنا سفنجة كده هش من جوة تلاقيه ولا حاجة خالص والشكل الخارجي أنا نجم النجوم اللي ما فيه زي ومن جوة ولا حاجة أبيض ليه بقى؟ لأن المجتمع فهمه أن أنت لما تعمل كده الناس هتحتلمك والناس أطلعك الناس هتديك إيمة برافو عليك فهي الفكرة هنا النهاردة لما نيجي نتكلم على الخلطة اللي أنت تكلمت عنها مهمة قوي التوازن ولو جينا نتكلمنا عنه هنرجع للتربية هتلاقيني بصي يا أعمال أنا مؤمن تماما 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 كل حاجة بنمر بيها في حياتنا النهاردة وبنشوفها تربية إذا كان راجل أو ست مفعول به أو فاعل هي تربية أب و أم ربه إزاي أب و أم عملوا إيه مع أولادهم أب و أم كانوا بيعملوا إيه أصلا ما أخدي بالك أنا ما بعلمش ابن الألنية بقوله أعمل كذا لأ ابن قاعد بيتفرج لأن تاني هعدلك الجملة بتاعتي المشهورة أولادنا بيشوفونا مش بيسمعونا بيقلدونا بيشوفونا فبيقلدك شايف أب بيفكر في نفسه أنا أعرف أب و لما يجي أشوف أي حت و دول كتير و بشوفهم و في أم كده هو دلوقتي الابن ده هيتطلع عامل إزاي هتفكر في نفسه يعني يا حفو إذا هكتب لين رشدة دلوقتي إزاي أتقبل حتى الأناني و أنا برضو عايزة دلوقتي أعرف أتقبل إزاي الشخصية الأنانية اللي موجودة في حياتي جوزي أناني و مجبرة لإني بحبه و عايز أكمل معاه حلو جدا فالعلاج بقى يلا نبتدي نعمل إيه بقى كده عشان نتعامل مع الكذبين والمنافقين والأنانيين خلينا خلينا يعني أنا مؤمن تماما تماما إن الموضوع كله بيبقى عندي أنا البداية أول حاجة من ضمن الحاجات المهمة أوي إن أنا أبقى فاهم إن اللي هرفضه هيزيد ماذا؟ ده يعني طالس إحنا فهمنا دلوقتي المعلومة دي كل ما رفض حاجة ألاقيها في حياتي زيادة هتزيد حولها تاني حاجة أنا دايما بقول إن المشكلة بتبقى عندي أنا الأول بمعنى إيه؟ أنا النهاردة محتاجي بقى عندي توازن إيه اللي أنا بعمله بخلي البناء آدم ده أناني أنا معطاق العكس بقى لو حد أناني هو العكس بتاعه أنا أنا زيادة عن زوم أنا بزيادة أنا معطاق قوي فمحتاج أقلل ده محتاج أدي بتوازن طب هل إنت فيه شخص بيبقى معطاق بتقدر تقنعه إن هو ما يديش قوي ما هو ده بيبقى طبيعة ما هو حلو قوي صح جدا؟ إمتى بقى؟ إمتى قانون الشمع اللي تحترك بيبهدل خالص بيقولك أنا تحبت خلاص هو بيحترق فعلا بيوصل لمرحلة إرهاق بدني وزيني وجسدي كل حاجة ومادي كل حاجة فبيوصل لمرحلة مش قدرات دي فاللي زي دول يعني ربنا عفيهم ممكن يحصل لهم مشكلة صحية ربنا عفيهم إيه ده إحنا كلنا كده؟ معظمنا يعني معظمنا إيه يا مالك يعني ربنا عفينا جميعا عشان أنا أخي يعني يبقى في حياتي شخص الأناني ده يقل الأنانية شوية أنا محتاجة أكون متوازنة في العطاء إنت عارف لو إنت قليت عطاء وبتتعامل مع شخص الأناني هتتقلي فجأة ليه الأصل هتتقلي فجأة أن إنت بقيتش تحبه إقبالي ده بقى ما أنا هقولك باش أيوة سحكرة؟ هتبقي مش جنبي هبقى مش جنعة لا مش جنبي مش أصيلة ومش أصيلة وأنانية ما هو الأناني الدفاعه إيه هو على فكرة طيب الأناني بيبقى عارف أنه هو أناني آه يعني الأناني عارف عارف بس عنده المبررات اللي تخلي كده إيه عارف كتير قوي